منح خطاب المرجعية بشكل أو بآخر الحكومة فرصة لتنفيذ إصلاحاتها ما يتيح وضع خارط الطريق على سكة التنفيذ الذي سيكون مرهونا بجدول زمني محدد يضع الحد لحقبة طويلة من الفساد والمحاصص المقيتة وغياب العدلة الاجتماعية ويحذر من المماطلة والتسويف بيان المرجعية استهل بالإشادة بالصور المشرقة التي برزت الأيام الماضية ويحدد معالم الحل المطلوب بالاستفادة من فرصة فريدة للإصلاح كما جاء على لسان ممثل المرجعية عبد المهد الكربلائي إن أمام القوى السياسية الممسكة بزمان السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها تنفذ في مدة زمنية محددة فتضع حدا لحقبة طويلة من الفساد ولا يجوز مزيد المماطلة والتسويف في هذا المجال لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد الكربلائي أشهد بالدور الكبير وفضل القوات المسلحة على الجميع لأسيما المرابطين على الحدود وما يتبعها من المواقع الحساسة إن أعزتنا في القوات المسلحة ومن التحق بهم في محاربة الإرهاب الداعشي والدفاع عن العراق شعبا وأرضا ومقدسات لهم فضل كبير على الجميع ولا سيما من هم مرابطون إلى اليوم على الحدود وما يتبعها من المواقع الحساسة لا ينبغي أن ننسى فضلهم ولا يجوز أن يبلغ مسامعهم أي كلمة تنتقص من قدر تضحياتهم الجسيمة المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديث قال إن الحكومة قامت بتحريك العديد من قضايا الفساد ضد عدد من كبار المسؤولين كما وتعمل على سن العديد من القوانين الإصلاحية في البلاد منها سن قانون جديد للانتخابات والتوزيع العادل للثروة طالما طلبت المرجعية الدينية العليا القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن تغير من نهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح باعتبارها ضرورة لتجاوز المحنة الرهنة ترجمة نانسي قنقر